السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الكرام في هذه المرحلة الجديدة من مراحل برين تست جدتي أرملة لديها ثلاثة أطفال إنهم جميعا متزوجون ولديهم طفلا واحد على الأقل عمتي لديها ثلاثة أبناء ما هو الحد الأدنى لعدد الكراسي التي نحتاجها عند تناول العشاء لدينا الجدة لدينا ثلاثة أطفال يعني أربعة لدينا طفل لكل ابن من أبناء الجدة بمعنى سنضيف ثلاثة إلى أربعة سيكون لعدد سبعة ثم عمتي لديها ثلاثة أبناء العمى وثلاثة أبناء يعني أربعة سائد سبعة يساوي إحدى عشر هذا هو الحد الأدنى لعدد الكراسي إذن لم نقم باحتساب أزواج هؤلاء الأبناء لذلك سنضع إحدى عشر وسيكون هو الجواب الصحيح نزاق في مرحلة واقع إلى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته